النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نقوي جهاز المناعة الحقيقة كل مرحلة عمرية بنمر بيها في حياتنا بتصاحبها العديد من التغيرات الصحية يعني الصغيرين غير الشباب غير كبار السن النهاردة خصصنا جزء من حلقتنا لكبار السن اللي بتكون جهاز المناعة عندهم اقل الى حد ما نتيجة لبعض الامراض المزمنة زي مثلا الضغط والقلب والسكر ازاي يقوي جهاز المناعة هل المفروض ان هما يعودوا طول الوقت في البيت طب لو الظروف اضطرتهم ان هما ينزلوا الشارع ايه الاجراءات المفروض ان هما يعملوها ايه الاكلات المفروض ان هي بالفعل بتقوي جهاز المناعة بما لا يتعارض مع الادوية اللي هما بياخدوها الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه الحقيقة موضوع مهم جدا كلنا عاديين قدام التلفزيون وبنشوف الاخبار وارتفاع معدلات الاصابة وفيه ناس شفيت وفيه ناس الاصابة بتاعتهم بتزيد ممكن ناس كتيرة يجي لها توهم ان هي كمان ممكن لقدر الله انها تتصاب هنتكلم بالتحديد عن التواهم او الوسواس هل التواهم ده شيء فطري يعني فيه ناس عندها وهم ان هي دايما هتبقى عيانة او هيحصل لها ظروف سيئة ولا نتيجة للظروف المحيطة بيجي الوهم ده او الوسواس وايه الفرق بين الوسواس القهري والتواهم هيكون معانا ضيفة النهاردة رسالة الماجستير بتاعتها متخصصة في جزئية التواهم اتفقلوا وتجدوا الخير ان شاء الله اهلا بيكم معانا ويوم جديد جهاز المناع بالنسبة للانسان بيعتبر بمثابة جبهة الدفاع او السد المنيع اللي بيحمي الجسم من اي مخاطر سواء كانت فيروسات او ميكروبات ازاي نقدر ان احنا نقوي جهاز المناعة وهل كل مرحلة عمرية بنمر بيها بيكون جهاز المناعة واخد نقول شكل دفاعي مختلف عن المرحلة الاخرى الحقيقة النهاردة خصصنا بالتحديد ازاي ان احنا نقوي جهاز المناعة بالنسبة لكبار السن اللي بيصاحبهم العديد من الامراض المزمنة الحديث حول هذا الموضوع بيشرفنا بالحضور دكتور محمد مختار واستاذ امراض البطنة بطب طنطة اهلا بحضرتك معنا اهلا بحضرتك واهلا بسادة المشاهدين معنا ويا رب نقدم علومة وفيدة النهاردة يا رب بإذن الله نسبة اللي نقول الاصابة بفيروس كورونا قد ايه بالنسبة لكبار السن هو فعليا النقطة حاجة بتتكلم فيها دي نقطة مهمة جدا لان لما نيجي نتشوف المعدل الاصابة بفيروس كورونا على حسب بيان وزارة الصحة المصرية اللي كان طالع واحد اربعة اللي فادة على طول كانت معدل الاصابة بالعدوى 22% من الناس كانوا من الفئة العمرية من 50 ل 59 سنة يعني في 9 سنين بس اللي هو من 50 ل 59 سنة كان 22% من الناس عندهم الاصابة 94% من حالات الوفيات كانت فوق سن 50 سنة 100% من حالات الوفيات اللي حصلت كان عندهم اما امراض مزمنة زي السكر او الضغط او الربو او كان عندهم اورام ففعلا ان تخصيص جزء من الخطاب الاعلامي او حاملة توعية ان احنا ازاي نقي قبار السن من الاصابة بالكورونا هيفرق معنا كتير في تقليل معدل الوفيات هيفرق معنا كتير في تقليل الناس التي تحتاج اجهزة تنفس صناعي لكن احنا ما نقدرش نقول ان كل قبار السن جهاز المناعة بتاعهم على نفس الجودة اكيد بيتفاوت بيتفاوت على حسب العادات الغذائية بيتفاوت على حسب وجود امراض تانية مصاحبة امراض مزمنة تانية ولا لا نقطة جهاز المناعة بالذات في مرض كورونا هي علميا لها واقع ملموس جدا ليه كورونا فيروس من الفيروسات او يمكن احد تاني الفيروسات بعد فيروس الايدز اللي لقوا انه ليه خصائص انه بيقلل كرات الدم اللينفوية يمكن حتى في صورة الدم لما بنيجي نعملها لمرضى الكورونا بيلاقي ان كرات الدم اللينفوية اللي هي المسؤولة عن المناعة تتطلع عندهم دايما قليلة طيب هو ايه اهمية جهاز المناعة جهاز المناعة في الشخص السليم بيتعرف على الفيروس بيكون ضده اجسام مضادة الاجسام المضادة بتيجي تتحب بالفيروس تعمل تكسير للجدار المحيط بالفيروس وتمنع دخوله خلال انسان يبقى قصة كورونا كلها والعلاج بتاع كورونا كله هو كان معتمد على جهاز المناعة اهمية بهذا الدور بتاع جهاز المناعة في احد طرق العلاج بنجيب المريض اللي خف من الكورونا وبنياخد الدم بتاعه وناخد منه الاجسام المضادة اللي كونها نديها المريض تاني بالفعل مصاب باعراض حده وعلى جهاز تنفس الصناعي يبقى الكورونا كله لا يعتبر بمثابة مصل مثلا بيعتبر بمثابة علاج المصل هو وقاية لكن طب الناس اللي جسمهم او الاجسام المضادة عندهم او المناعة عندهم ضعيفة والمرض كورونا تطور عندهم لاعراض حده واحتاج جهاز تنفس الصناعي من احد طرق العلاج واتجربت فعلا في ايطاليا انه بيجيب الشخص اللي خف من الكورونا ويعزل الاجسام المضادة من الدم بتاعه وياخدها يديها للشخص المصاب بالكورونا وجابت نتاج هيلة معهم وفرقت معهم كتير ففعلا يبقى موضوع الكورونا كله بسبب الفيروس نفسه بيقلل كورونا الدم اللينفوية وبسبب جهاز المناعة هو معتمد على جهاز مناعة الشخص مناعة الشخص هي اللي بتفرق كتير في حدة الاعراض يمكن عشان كده احنا نلاقي في مرض كورونا اعراض متفاوتة تماما ممكن واحد يكون عنده المرض بتاع الكورونا بدون اعراض تماما شخص حامل للمرض بيمشي بيروح شغله بيمارس حياته بشكل طبيعي جدا ومعندوش اي اعراض تم ايه بقى تم يتعرف ازاي او ايه اللي يثبت جهاز المناعة عنده كان من القوة بشكل كافي انه يكون اجسام مضادة الاجسام المضادة ديات منعت ان الفيروس يخش جوه خلال انسان في ناس بيبقى عندهم الكورونا جاي بقى اعراض بسيطة زي الاعراض البرد كحة سخنية احتقان في الزور الدرجة التالتة اللي بعديها يجي المريض يقولك انها مخنوق عندي خانقة نفس عندي كرشة نفس مش عارف اخد نفسي يجي المرحلة الرابعة بيصحبه فشل في التنفس ومحتاج جهاز تنفس صناعي يعني المرحلة الخطيرة هي فيما يخص كرشة النفس او دي التنفس دي اللي قبل الاخيرة دي اللي قبل الاخيرة يحصل تأثر في وظائف التنفس يبتدي المريض يحتاج جهاز تنفس صناعي طب ايه الفرق الكبير ده ليه فيه واحد ما كانش عنده اعراض وليه واحد كان عنده اعراض قدت انه يحتاج جهاز تنفس صناعي الفرق هو جهاز المناعة الشخص قدرة جهاز المناعة بتاعت الشخص ده على التعامل مع الفيروس نفسه قدرته على تكوين اجسام مضادة هاجم الفيروس نفسه عشان كده الناس الكبار السن او الناس اللي عندهم امراض مزمنة زي السكر رد الفعل المناعي بتاعهم ضعيف قدرة الجهاز المناعة بتاعهم انه هو يكون اجسام مضادة هاجم الفيروس ضعيف عشان كده كانت نسبة الوفيات أو نسبة الأعراض الحادة بتاعت الفيروس كانت موجودة في الناس الكبار السن أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة عشان كده كان مهم جدا إزاي نعرف نقوي جهاز المناعة في الناس دي إزاي نقدر نقوي في الفئة العمرية الكبيرة أو الفئة العمرية اللي عندهم أمراض مزمنة إزاي نقدر نقوي جهاز المناعة معاه طيب إحنا إذا كنا بنقول إن كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة مشيين على أدوية معينة هل هنا المفروض إن الدكاترة اللي هم متابعين لهم يكون فيه بروتوكول دواء مختلف سواء يقلل الجرعة أو يزود الجرعة كلام جميل قالينا هنخص بالذكر تلت فئات من الناس ناس عندهم سكر ناس عندهم ضغط ناس عندهم أزمة ربق أو حساسية صدر الناس اللي عندهم سكر هنواجه له رسالة نقول له لو سمحت نظم سكرك لو سمحت لو كنت انت بتسمح بارتفاع سكر قبل كده احنا مش نسمح بارتفاع سكر الفترة دي احنا لازم هنراجع الدكتور بتاعنا لا زباط لسكري محتاج اخد انسلين خد انسلين وما تخافش محتاج تزود جرعة الأدوية بتاعتك زودها وما تخافش لا لازم يكون سكرنا بتزبط في الفترة دي تعال على نفسك ما تاكلش سكريات السكريات وصب جيد جدا لنمو الفيروس ونمو البكتيريا طب كل ما قلل السكريات بتاعتي مناعة جسمي بتتحسن كل ما سكرية مزبوط كل ما مناعة جسمي بتتحسن فارسالة لكل مرضى السكر لو سمحت في الفترة دي مش احنا قاعدين في حظر وقاعدين في بيت ناكل سكريات براحتنا لا لو سمحت قلل الأكل السكرياتي هيفرق في مناعتك كتير هيفرق في معدل الفيروس عندك وتطوره لو لا تقدر الله جالك الفيروس زبط سكرك راجع دكتورك قوله ازاي زبط سكري بايسبه دايما سكري مزبوط طب الفئة التانية من الناس اللي عندهم ضغط طب خلينا نتكلم على الفئة التانية من الناس اللي عندها ضغط لكن بعد منشوف التقرير والحقيقة التقرير في مبادرة جيدة جدا الحقيقة كلنا بنقول طب احنا زهقنا طب هنزل بس حتى على الأقل السوبر ماركت اشتري حاجات في بعض المحلات عمل التوقيت محدد لكبار السن فقط ان هما ينزلوا يغيروا جو ويشتروا احتياجاتهم وهم في شكل امن نشوف مع بعض المبادرة ونرجع لحضراتكم مرة تانية في هذه الأجواء التي نمر بها من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا نعلم جميعا أن كبار السن وخاصة منهم من أصحاب الأمراض المزمنة من السكر ومرض ضغط الدم والقلب وغير ذلك من الأمراض التي تصيب كبار السن تجعل منهم أكثر عرضة للإصابة لقدر الله لأن مناعتهم تكون أضعف من الشخص العادي لذا وجب علينا الاهتمام بصحتهم والابتعاد بهم عن التجمعات والأماكن التي من شأنها أن تكون مصدر غير آمن لهم لذلك يجب التعامل معهم بود وحماية لهم ونسأل الله أن يكتب لنا جميعا الأمن والسلام من كل الأوبئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر عن الكورونا. لو إحنا خدنا حمل التوعية إحنا زي ما هنقول الإحصائيات بتاعت الكورونا بس هنقول معها أفكار إيجابية هنقول والله إحنا عندها نسبة شفاء عالية جدا. هنقول إن الناس اللي حصل لهم مفاة دول كان ناس ما جوش المستشفى غير متأخر واتأخر تشخيصهم هنقول إن في علاج واعد للكورونا هنقول إن أغلبية الناس بتخف هنقول إن أغلبية الناس أصلا ما بيجلهاش بأعراض أو بيجلها بأعراض بسيط طب ما ننشر الفكر الإيجابي دوت زي ما بننشر الإحصائيات ما نخلي السوشيال ميديا كلها أفكار إيجابية مع الأعراض مع الإحصائيات اللي موجودة حضرتك أنا يعني أنا حاسس إن الناس ممكن تموت من الرعب والخوف من الكورونا قبل ما تموت من الكورونا ده الموضوع بتاعنا التاني اللي هو التوهم المرضي طيب إحنا صحة نفسية كويسة تساوي جهاز مناعة قوي لكن خايف من الكورونا ومرعوب منه خلاص جهاز مناعة بتاعي يوقع مش أعرف قاوم الفيروس طب النوم هو فكرة النوم مش بس فكرة الناس بتقولها ككلام تعبيري مجازي لأنه لازم أنام كويس عشان خطر مناعة يتبقى كويس إحنا عندنا ثلاث هرمونات بتفرز أثناء النوم هرمون النمو هرمون الملاتونين مادة السيروتونين مادة السيروتونين تمضادر للاكتئاب الناس اللي عندهم عادة ساعات نوم قليل أو نوم متقطع أكثر عرضة للاكتئاب وبالتالي جهاز مناعة عندهم قليل طب الناس اللي هتنام كويس السيروتونين بتاعهم كويس اللي اكتئاب عندهم هبقى قليل هرمون الملاتونين الهرمون الملاتونين ده مضاد للشيخوخ بيقلل ظهور أعراض الشيخوخ بيحسن مناعة الجسم جدا طب الهرمون ده ما بيفرص غير الواحد نايم ونايم بالليل هرمون النمو هرمون النمو ده ليه تأثير قوي جدا على جهاز المناعة تاعت الإنسان خاصة المرحلة العمرية بقى هي المراهقين والشباب بيصرد في كل المراحل بس كل مرحلة ليه أهمية في المراهقين النمو في الناس الكبيرة جهاز المناعة بتاعهم يبقى كويس عملية التقام الجروح عملية التقام بعد العمليات مضاد للالتهابات طب التلت هرمونات دول هرمون النمو والملاتونين مضاد للشيخوخة والسيروتونين بتاع الاكتئاب كلهم بيفرزوا في النوم طب هو النوم قد إيه يعني نام قد إيه المفروض نام قد إيه وانا نايمهم نوم متقطع ده صح؟ لا لا 7-8 ساعات وانا نايم نوم عميق نوم وانا نايم واخد كواليتي كويسة من النوم بتاعي ده اللي يرفع جهاز المناعة بتاعي طب أخذ الكواليتي كويسة زي راحت البال أغير المكان اللي أنا بنام فيه لو أنا مش عارف أرجع الدكتور بتاعنا مش عارف نام كويس أنام إزاي سعيدني أن أنا عرف نام كويس لكن الكواليتي بتاعت النوم وعدد ساعات النوم لها تأثير إيجابي جدا في رفع جهاز المناعة كمان التوقيت يا دكتور بتاع النوم يعني فيه ناس صحيين طول الليل وانايمين طول النهار كل الساعة البيولوجية اللي مسؤولة عن إفراز الهرمونات بتتلغبت تماما ربنا سبحانه على خيالها الساعة البيولوجية اللي بتفرز الهرمونات متعلقة تماما بالنوم بالليل بفترة النوم بالليل مش فترة النوم الصباح فده ليه تأثير قوي وعلمي مش بس كلام بيتقال عشان يرفع جهاز المناعة الزبط طيب الفيتامينز بقى والعناصر الغذائية كان الفترة اللي فاتت ناس كتير من الدكات اللي بتاجم ساعات فيتامين دي تقول لك دموض هالناس بتعمل فيتامين دي كله دموض هو فيتامين دي مرتبط بالعظم يعني عشان خاطر عظمي بيوجع نروح حل فيتامين دي وخصوصا الستات وخصوصا الستات طيب دلوقتي الدراسات كلها اللي تعملت بعد الكورونا لقيت ان فيتامين دي لتأثير قوي جدا على مناعة الجسم كل الخلال لنفوية او خلال مناعة بتاعتنا عليها حاجة اسمها مستقبلات فيتامين دي فيتامين دي بيجي يرتبط بالمستقبلات اللي موجودة على خلال لنفوية بيحسن وبيطور الاداء المناع الجسم الانسان بيعمل حاجة اسمها immune modulation يعني ايه modulation يعني تطوير القدرة الادائية لجهاز المناع الجسم الانسان يبقى فيتامين دي كان ليه علاقة قوية جدا وقدرة قوية جدا على تقليل الالتهابات اللي موجودة في جسم الانسان درجة ان بعض الابحاث شبهته بليه تأثير زي الكورتزون هو بيقلل الالتهابات اللي موجودة في الجسم والالتهابات دي بتزيد جدا مع مرضى الكورونا يبقى اننا ناخد فيتامين دي يوميا ده ليه قدر كبير جدا مش بس عشان خطر عظمي ومش بس عشان خطر شعري وبشريتي ده ليه تأثير كبير جدا على المناعة موجود في ايه بقى دي اهم حاجة صفار البيض وناخد السابلمنت بتاعت فيتامين دي طيب ناخد السابلمنت بالضبط في الادوية او الفيتامينز اللي موجودة في الصيدليات فيتامين دي 3 مهم طيب اخد قد ايه اخد بما يعادل من 1200 ل2000 وحدة في اليوم اللي هو تقريبا 5000 وحدة لها الكابسولة 5000 وحدة يوميا بغض النظر عن المرحلة العمرية عن عندي امراض ولا ما عنديش امراض لان احنا بناخده هنا بالجرعة اللي الجسم محتاجها اللي هي 1200 ل2000 اكشوالي 5000 وحدة دول ما بيخشش الجسم كلهم اللي بيمتص جسمي منهم وبستفيده منهم هو من 1200 ل2000 وحدة في اليوم وده هوت اللي احتياجي اليوم اللي احنا محتاجينه لرفع جهاز المناعة عندنا طيب التعرض بدون قطع كلام حضرتك زي ما بناخد فيتامين سي تابلت ناخد فيتامين دي برضو فيتامين دي ليه تأثير رائع جدا على جهاز المناعة ليه تأثير بيحسن جدا اداء جهاز المناعة في العدوات الفيروسية والعدوات البكترية تعرض للشمس منطقة الوش ومنطقة الكفين تعرض للشمس بقى في البلكونات من 15 ل20 دقيقة يومين بيفرق كتير جدا في تحسين فيتامين دي في الجزء الحقيقة حضرتك النهاردة قلتنا معلومات مفيدة جدا ونتمنى ان كل سادة المشاهدين يلتزموا بيها يعني هو طبعا كبار السن هم الخير والبركة في كل البيوت والنتيجة لانه عندهم بعض الامراض المزمنة كلنا الحقيقة المفروض كلنا نلتزم زي ما الدكتور تفضل بعد ساعات النوم الكافية فيتامين سي فيتامين دي ممارسة الرياضة التعرض للشمس وان شاء الله وكمان نتفائل تفائلوا وتجدوا الخير بإذن الله دكتور محمد مختار حضرتك شرفتين احنا برسيل وجودك معنا شكرا 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 فقرتنا اللي بعد كده هي مرتبطة لحد ما بالفقرة دي وهي التواهم المرضي ايه اللي المفروض ان احنا نعمله علشان نبعد الوسواس والافكار السيئة عن ذهننا المستلزمات يمكن نتوفر من بدل وقائية ونطرات ومسكات وبوت كل إجراءات الحماية الشخصية للأطم لأن الأطم ده هو خط المواجهة الأول نشوف المصرفين فقال يجهد بنأمنه والأمن نفسنا طبعا نقابله ونقضوا معنا في العربية ونضجق أقرى مستشفى من سواء عزل أو حاج بالنسبة للمصرف يجلس حلف المريض عصبا أنه ممكن يحصل رزاز من المريض يسيب طعم السيارة وبعد كده من طعم السيارة بيقلع الوقيات بتاعته بمعرفة مسئول مكافحة العدوى الإجراءة الخير هو الإجراءة المتابعة بعد نقل الحالة أول حاجة عندي بيرجع لأرب نقطة تعقيم عشان خاطر يتم تعقيم السيارة من الداخل والخارج تحت مراقبة شخص مدرب من فريق مكافحة العدوى بيتم خلع الوقيات الشخصية بأمان وحذر شديد لأن خلع الوقيات الشخصية أخطر من التعامل مع مريض بالنسبة لأن أثناء خلع الوقيات الشخصية هو أخطر من التعامل مع مريض لازم يكون فيه شخص مدرب على وعي ويراقب أثناء خلع الوقيات الشخصية بيخرج من واحدة تعقيم العربية جاهزة لأي خدمتين هنتكلم دلوقتي عن الوهم أو الوسواس إيه الفرق بين الاتنين؟ وهل التواهم؟ في بعض الناس دايما عندها توهم إن هي تعبانة وإن هي لقدر الله هتصاب بمرض ما خاصة كمان في الأجواء اللي كلنا عايشينها مع كورونا بيروس لو حد جاله حبة برد صغيرين ممكن يقول خلاص أنا جالي بقى الكورونا وربنا بقى هو اللي يتولاني هنتكلم عن موضوع التواهم المرضي وهل هو مكتسب ولا فطري بتشرفنا بالحضور دكتور صحر عبدالعظيم استشاري الصحة النفسية أهلا بحضرتك معنا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا إيه هو التواهم؟ طيب في البداية كده توهم المرض هو اتراب نفسي بيتواهم فيه الفرد إن هو مصاب بمرض خطير زي ما حضرتك قلت وعنده على طول انشغال دائم بالصحة رغم طمأنط الأطباء لي يعني يروح للدكتور يقول له أنا تعبان أنا عندي لا أنا حاسس بكذا تقول له أنت ما عندكش أي حاجة تحديلك كلها كويسة كل اللي أنت بتتكلم عليه دي لا أساس له يعني بالزبط لا بس طبعا المتواهم المرض بيبدأ على طول بقى يعمل إيه؟ يفسر أي حاجة بسيطة على إنها عرض خطير يعني الكحة البسيطة بيبالغ في تفسيرها على إنها إصابة بمرض خطير الصداع مثلا أنا دماغي مصدعة لا يبقى أنا خلاص كده جالي كنسر معدي تبتوجعني شوية لقدر الله ممكن مثلا بسبب ما أو تناولت تأكل مش كويس أو حاجة لا يبقى أنا جالي سرطان في المعدة فدايما المرض ده توهم المرض بيفسروا أي مرض أو أي عرض بسيط على إنها إصابة بمرض خطيرة طبعا مع الأجواء دلوقتي بقى ومع فيروس كورونا حتى يعني الحاجات البسيطة للبرد بيفسرها على إنها خلاص زي محارتك بتتكلمي كده أنا خلاص جالي بقى كورونا ويبدأ إن هو يدخل يعمل سرش على الإنترنت في المود يخش في المود ده بالضبط إيه ده طب أعرض كورونا إيه واحد اتنين ثلاثة أيوة أنا عندي العرض ده لا 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 وكمان عندي العرض ده فيبدأ يحط نفسه في المود إن هو خلاص داخل خلاص مصاب وممكن كمان يشقص نفسه وأوقات كتيرة يبدأ إن هو ياخد خلاص بقى اتجاه اللي هو أنا مصاب وأنا هموت وما فيش أمل والدنيا خلاص تقفلت كلها قدامه فدولت لما يعني ده بسبب الإنشغال الزايد والقلق الزايد على الصحة هل دي طبيعة يعني هي طبيعة ولا نتيجة للأجواء اللي احنا عايشينها لا هو طاهم المرض أصلا هو مكتسب زي ما حدقتل تسألي في الأول هل هو مكتسب أم فطري لا هو مكتسب بمعنى إيه يعني مثلا أنا أنا قاعد في البيت النهاردة قلت لا أنا مش عايزة أروح الشغل فأنا عشان ما روحش الشغل فقلت لا ده أنا تعبان طيب أنا تعبان فزوجتي هتهتم بي يعني ممكن بقى قرأي بيجو يزروني فهبدأ حاطة نفسي في المودة أن أنا تعبان طيب عندي ابني كمان بقى صغير شايفني شايف أن أنا بحقق مكاسب كتيرة رغم أن أنا أبان صحيا كويس ما فيش أي حاجة أنا قدر أنزل الشغل عادي أنا قدر أتعامل مع الناس عادي طب هو بيعمل كده ليه إيه ده بيعمل كده ليه عشان يغم الشغل طب أنا أعمل نفس السلوك برضو ما أنا كمان أقول النهاردة أنا تعبان أنا مش رايح المدرسة فحقق نفس النتيجة فحنا بنتكلم هنا أن هو توهم المرض بيجي نتيجة يعني جانب نفسي لفت الانتباه أو لفت الانتباه كل الأسرة حواليه ده جانب فدايما بنقول كمان أن كبارس أن توهم المرض بيظهر في سن 40 ل50 سنة ونادر جدا أنه يظهر عند الأطفال إلا في حالات زي ما قلت الحارتك من شوية الوراثة التأليد بالضبط أو أنا شايف نموذج قدامي بيعمل سلوك معين فبيحقق منه حاجة معينة فانهسلك نفس السلوك في بعض الناس عندها هي عندها وسواس يعني هي دي أقصر عرضة بالتواهم المرضي طبعا يعني زي ما بنتكلم في العمية نمكية قوي يعني كل حاجاتها بتبقى دقيقة جدا دي الناس اللي بأقصر إصابة بالتواهم المرضي طبعا مرضى أصلا يعني بتواهم المرض في داخل يعني أكتر عرضة للناس المصابة بيه مرضى الوسواس الكهري لأن الوسواس الكهري هو عبارة عن إيه هي فكرة ملحة جوايا أن أنا عايزة أقوم دلوقتي أغسل إدية لا لا أنا خايف أن أنا ينتقل للفيوس لا ده أنا في حد مشي جنبي في الشارع فأنا محتاجة أعقم مرة واثنين وثلاثة فالوسواس أو الوسواس الكهرية دي جزء منها كبير بينتقل طبعا بقى لفكرة المرض طب أنا دلوقتي بتكلموا على أن اللي كان بيغسل إيدي في العادي دلوقتي بيغسلها أربع خمس مرات فالموضوع مرتبط جدا بالوسواس والوسواس مرتبط جدا بتواهم المرض طيب هل العقل الباطن هنا ممكن نقول إيه يتأثر ولقدر الله يمرض بالفعل؟ هو طبيعة أصلا فكرة التواهم إيه هي أفكار لاعقلانية أو أفكار سلبية زي ما أقول لحرارتك كده فكرة أنا أصاب بمرض فهموت فبتوهم بقى أن أنا خلاص هموت فبنبدأ نتكلم معها طب نرجع لأول مثال مثلا أنت بتتكلم أن أنت مصدع أو تعبان شوية ليه فسرتها على أنها خلاص أنا مصاب بسرطان في الدماغ أو حاجة مش ممكن تعال بقى كده نبدأ بقى ده العلاج بقى العلاج المعرفي السلوكي طيب مش ممكن تكون مثلا ما نمتش كويس مش ممكن تكون مثلا ما شربتش مية كافية طيب نبدأ بقى نعدده الأسباب محتاج نبدارة نترك ضعيفة بالزبط فتبدأ بقى تعديده الأسباب فتصرفي عنه الفكرة الأساسية اللي هو خايف منها فكرة الموت طيب أنا مثلا ما عددت بتوجعني مش ممكن تكون أكل مثلا ملوس مش ممكن مثلا يكون فيه ولا حتى التهابات بسيطة مش لازم دايما الأعراض يعني تقولي أن أنا خلاص داخل على مرض خطير يعني فبنبدأ نتكلم معهم نبدأ مثلا نشوف أوقات كتيرة جدا بيبقى خوف وألق زيادة ترخاء طيب حاول تهدى شوية ممكن تسمع موسيقى ممكن تهدئ أعصابك شوية في حاجة من ضيقاك في حاجة موترك يعني داخل كل مرض أو داخل كل حاجة هو مجتنع بها فكرة لا عقلانية مساوترة عليه فبنبدأ بقى نشوف الفكرة دي أصلها إيه ونبدأ نوصل معها لفكرة أو بعمله حاجة تانية زي صار في الانتباه طيب ما أنا طول ما نقاعد في البيت عمال أسمع الأخبار كل شوية كم واحد توفى؟ كم واحد مات؟ وكأنها مباراة مثلا أو أنا عايزة شوف النتيجة كام كام يعني لأ أنت أسرف وقتك أسرف مثلا انتباهك عن حاجة معينة تانية ممكن تشغل وقت فراغة ممكن مثلا انتمارس رياضة في البيت زي اليوجا أو نعمل مثلا زي موقع حرارتك استرخاء طيب ممكن أقرأ كتاب معين ممكن مثلا أقعد أذاكر لولادي أشغل كل تفكيري وبعده عن فكرة أن أنا مريض أو أن أنا مصاب بمرض لأن طبعا الأفكار السلبية زي ما دكتور كان بيقول من شوية بتأثر على جهاز المناعة بتاعي طب أنا عايزة أعملها بأفكار إيجابية ونعمل الطاقة الإيجابية عندي علشان يبقى جهاز المناعة بتاعي قوي إن إن شاء الله بكرة كويس فيه أمل كبير جدا فيه حالات كترة جدا تم الشفاء بيها وابدأ أقلل أن أنا أسمع أخبار سلبية أو أن أنا كل شوية أدخل على مثلا على الفيسبوك ها إيه الأخبار دلوقتي كم واحد إيه ده انتشر في بلد جنبنا إيه ده خلاص ده هو جاي اللي خلاص فأنا شفت حالات معينة مجرد بس ما بتسمع عن وفاة حد قريب لها أو في منطقة قريبة الدنيا بتتقفل بالنسبة لها ده بقى اللي بيموت من الخوف بالزبط إنتظار يعني أنت خلاص كلا أنت أدخلت في المود ومقاهل نفسك أن أنت خلاص مصاب يعني فيبدأ أقول آه شوفوا أنت حتى ما حدش حاسس بي ده أنا هنا عندي حاجة لا أهو مش قادر أكوحها لا ده أنت ما شفتش بعد أنا مش عارفة أنا عندي مثلا حاجة معينة بيبدأ خلاص يفسر نفسه على المرض بالزبط أنه هو خلاص بقى ده كده مصاب بمرض خطير يعني التواهم المرضي ده كان رسالة الماجستير بتاع حضرتك ولا الدكتورات كان إيه التايتل بتاعها كنت بستخدم علاج اسمه العلاج المعريف السلوكي في علاج التراب توهم المرض أو قلق الصح بس كان لدي عينة من كبار السن لأن زي ما قلت لحضرتك في الأول هو كان نادر الظهور جدا عند الأطفال كان بيظهر بشدة عند كبار السن ليه؟ عشان لفت الانتباه طبعا إن كبير السن لما بيطلع على المعاش طبعا خلاص بيخسر مكانته العلمية أو مكانته اللي كان بيشتغل فيها فبيبدأ إن هو أنا كل أفراد أسرتي كل واحد فيهم في مكان طبعا أنا أعمل إيه؟ طبعا أنا بقى النهاردة هعمل نفسي إن أنا تعبان علشان إيه بني يجي زورني أو علشان مثلا حد يهتم بي أو علشان ألاقي الناس حولي فالفكرة لانتباه أو جذب انتباههم دولة هو اللي بيخليه دايما بيزود عنده فكرة إن أنا على طول عايز أكون تعبان على طول عايز أكون مريض طيب ده جزء الجزء التاني بقى خلينا نتكلم على الجزء التاني بعد التقرير نشوف تقرير مع بعض عن التواهم المرضي ونرجع لحضراتكم مرة تانية التواهم المرضي هو وساوس نفسية تهدد تفكير ما أسبابه وكيف نعالجه إن التواهم المرضي من الاضطرابات النفسية التي يعاني فيها المصاب من وساوس تستحوز على تفكيره وتشغله دوما بفكرة إصابته بمرض خطير يهدد حياته وهذا المرض لم يتم تشخيصه بعد ويتسبب ذلك في الشعور بقلق بالغ يستمر لمدة أشهر أو أكثر على الرغم من عدم وجود دليل طبي واضح يثبت أن هذا الشخص يعاني من مشكلة صحية خطيرة وهناك صور كثيرة للتواهم المرض ولكن تتمثل الحالة التقليدية في أن يكون للشخص مريض ما في دائرة معارفه مصاب بمرض خطير أو أنه قد تعرض للموت وتظهر على هذا الشخص أمراض مزمنة مماثلة للمتوفر وفي مثل هذه الحالات والمواقف المشابهة ينبغي إجراء فحص واقعي مشترك بين أفراد العائلة والأصدقاء والتحقق ما إذا كانت هناك عوامل خطورة فعلا أو وجود عوامل وراسية مسبقة أم أنه مجرد توهم مرضي؟ بنرجع لحضراتكم مرة أخرى وحديثنا عن التواهم المرضي دكتور هنا العلاقة ما بين الشخص اللي عنده دايما الوهم أنه هو عيان إزاي إيه دور الطبيب هنا؟ الدكتور يعمله إيه علشان يطمنه؟ ولا كده هيخسر الاتنين هيخسروا بعض الحقيقة؟ هو طبعا في الأول لازم طبعا بيروح للدكتور فالدكتور بيطلب منه تحليل وأشعة معينة فبيرجع له بيها يقول له أنت كويس ما عندكش حاجة يقول له لأ أنت مش حاسس بيه فينتقل من طبيب لطبيب ويعمل أكتر من مرة تحليل لا أنا مش واصق في نتيجة المعمل ده أنا هعمل التحليل ده في معملتين فهو معيش نفسه في دايرة الخوف ودايرة أنه هو دايما بيبحث عن التمقنينة رغم تمقنة الأطباء ليه لأ برضو مش مصدق فبتسوق علاقته هنا مع الدكتور ويبقى عامل أكينه كده فعلا راح يعمل شوبنجة عند الدكتور كل شوية فخلاص بيوصل معاه لمرحلة أنا مهما أقولك أنت مش هتصدق أنت هنا محتاج أنك تروح لحد نفسي فالطبيب البشري بيبدأ يحوله لحد مختص نفسي يبدأ يتكلم معاه ويبدأ يعمله جلسات نفسية يشوف إيه سبب المشكلة اللي موصل له إنه هو عضويا سليم ما عندهش أي مشكلة فكده الجزء بتاعه خلص إنما نفسيا عنده مشاكل كتير هل ممكن تكون الوحدة عدم القرب من ربنا سبحانه وتعالى الإيمان بالقضاء والقدر كل دي أسباب طبعا يعني الإنسان كل ما كان قريب من ربنا كل ما كان علاقته بربنا كويسة جدا كل ما كان بياخد حتى فكرة المرض دي على إنها حاجات بتزاود لي في حسنات المشكلة يعني زي ما احنا عارفين طبعا الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام إن ما يصيب المؤمن مثلا من حتى الشوكة بيؤجر عليها فيقولك أنا كذا فالإنسان كل ما كان عنده ردة نفسي وكل ما كان عنده قرب من ربنا كل ما كان متقبل الموضوع ما عندهش فكرة التواهم أو ما عندهش فكرة القلق أو الخوف من الموت لأن طبعا القلق الصحة أو القلق المرض داخل مع فكرة كمان أنا هموت أنا خلاص هموت بتوصل مع حالات تانية إلى فكرة لو أنا مثلا أنا مثلا واحد زميلي صحاب أو زميلتي بنشتغل في مكان ما توفت فجأة بس أيوة هتوفى بنفس المرض أو توفت بمرض خطير أنا هحصاب بنفس المرض أنا خلاص بلا تحس بنفس العرض هي كانت دماغها مصدعة وكانت كذا انا كمان عندي نفس الحاجة فبيبدأ شايف يعني كمان راسي من نهاية نفسه فهنا بقى الموضوع لما بيوصل لمرحلة قطيرة من القلق والتوتر بننصحه فورا انه لازم يتوجه لطبيب لازم يتوجه لأخصائي نفسي او استشاري نفسي عشان يبدأ يشوف المشكلة ايه ويبدأ يحلها معي وطبعا كل ما الموضوع كان في اوله كل ما كان علاجه كان اسهل بكتير يعني بس ليه حضرتك اخترت العينة بتاعتك على كبار السن بس هل يعني التوهم ده بيصيب كبار السن بس ولا ممكن مراحل عمرية مختلفة هو قبل كورونا حاجة وبعد كورونا حاجة صحيح قبل كورونا زي ما قلت رحارتك كل الابحاث العلمية بتقول انه هو بيظهرش غير من اول 40 ل 50 ل 60 سنة لما خلاص بقى الانسان بيفكت كل المكانة المرموكة بتاعته دلوقتي طبعا احنا حتى كشباب لما بنشوف نسبة وفيات او الناس مخلطين للحالات الايجابية لا خلاص ما بقاش بيفرق يعني التوهم بقاش يفرق بين صغير وبين كبير حتى انا يعني يعني متوقع ان بعد ان شاء الله بعد ما تزول هذا الوباء ان شاء الله احنا محتاجين دعم نفس كبير جدا لكافة المجتمع لان كلنا بقى عندنا فكرة الخوف من الاصابة باي مرض طب ما ممكن بعد كورونا يزهر لنا حاجة تانية لا قدر الله يعني انا بتكلم على الاشخاص اللي هم متوهمين طب عدى كذا يعني طبعا الاول كان في وجهة نظرنا ايه كان الكنسر او السرطان هو ده كان اعظم حاجة ممكن الانسانية يوصل لها ان لو انا لقدر الله لا اصبت بيه بانا خلاص الحياة انتهت دلوقتي طالع لنا حاجة مختلفة يعني ممكن ابشع كمان وممكن سرعة انتشرها اسرع بكتير من السرطانات فالي هو احنا نحتاجين دعم نفسي بقى ان زي ما بنتكلم كده ان ان شاء الله ان شاء الله الازمة هتعدي احنا داخلين طبعا على شهر كريم وان شاء الله يعني كلنا نأمل ان ربنا ان شاء الله يبلغنا الشهر الفضيل ده واحنا كلنا في احسن حال وكلنا يعني خلاص الحمد لله ربنا رفع عنا هذا البلاء ان شاء الله يعني فالشخص بقى تقول ما هو يعني عنده قدرة كبيرة من الامان كل ما كان عنده قدرة كبيرة على تخطي اي موقف او اي ازمة او اي تعب نقدر نقول كمان هو عدوى بمعنى ان لو حد في العيلة كده ممكن الناس التانية تبتدي تسلك نفس السلوك بالزبط بالزبط طب ما وقلنا ليه بقى لان انا بشوف انا والطفل صغير ممكن مثلا بشوف حاجات معينة بتتحق مش عايز اروح المدرسة طب هعمل ايه النهاردة من انا لو قلت الماما ان انا اصلا اعملتش الهومورك او حاجة هتقول لي لا طب لو قلت لها بقى ان انا تعبان ده انا معادتي طبعا قلب الام بس ده بيتسمى توهم ولا ده بيتسمى نقول ايه زكاء في غير محله ما هو زكاء جاي من ايه جاي من انا شايف حاجة معينة قدامي بمين بيعملها الكبير فطبعا طالما انا شايف حد كبير قدامي او الرول موديل بتاع بيعملها وبيحقق منها حاجة طب انا ليه ما عملهاش انا كمان هو لما ابن حردك يقولك انا بطني بتوجعني مش عايز روح المدرسة النهاردة هتوديه لا طبعا يا حبيب انت خلاص اقعد النهاردة فيبدأ ايه طيب صاحب انا هعمل كلاستولوكيات كل ما عاوز امسها ما روحش المدرسة او اعمل حاجة اقول انا تعبان مش قادر اروح النهاردة فحقق حاجة فيبدأ بقى المشكلة ده تتكبر معا بقى طيب لما كبروا برضو الجامعة طب لما كبروا مش عايز روح الشغل النهاردة فطبعا حياتهم كلها بتكون مهددة ان انا طول عمري مش عارف اطلع من بقرة ان انا انا ليه بعمل الموضوع ده انا ليه ليه السبب بتاعه ليه انا بتوهم ليه بقول للناس انا مش قادر اعمل كذا لأسباب كتيرة نفسية جدا زي ما قلت الحارتك لما بنقعد بقى مع المريض بنبدأ اني طلع منه حاجات كبيرة وحاجات كتيرة ويبدأ يقول لك اصلا زمان حصل معايا موقف كذا اصلا لما كنت بخاف اروح للدكتور وفي ناس طبعا النقيد خالص بقى يعني في ناس من كتر توهمها للمرض بتخاف تروح للدكتور لأ ما انا خايف لايأكد الفكرة اللي عندي انا خايف لايقول لي انه عندي مركزة فانا مش هروح فيتجنب تماما يعني زي ما عندنا سلوكيات انه ناس بتروح للدكتور بشكل كبير جدا عندنا جزء تاني خالص ناس لا انا مش رايح للدكتور كلمة الدكتور دي اصلا بالنسباله مرعبة يبقى خلاص يبقى انا كده رايح في سكة انا مش هقدر ارجع منها تاني فخلاص بقى انا لا تزيبوني بقى في حالي يعني مثلا اموت وانا على فرشيتة او اموت على سريري زي ما بيقولوا كده هو انا قابل وجه كريم بدل ما تروح اببها دل في المستشفيات والتحاليل والحاجات دي كلها المفروض هنا ايه دوره الاسرة الاسرة المفروض انها تعمل ايه علشان تنفي الافكار السيئة دي كل ما الانسان كان عنده فعلا يعني شغل اوقات الفراغ يعني بحاجات كويسة وحاجات ايجابية طب مثلا يعني انا طول ما نقعت طول اليوم بعملش اي حاجة غير ان انا بتفرج على التلفزيون لا في حاجات كتيرة جدا يعني احنا مثلا كباحثين او كشباب فيه كورسات جدا اولاين منزلاها جماعات مختلفة فور فري يعني انا ممكن ادخل ااخد كورس وانا قعدة كورس واثنين وثلاثة احط تارجت معينة او احط اهداف معينة قدامي انا مثلا في مجالي عايز ااخد كورس خاص بعلاج معين عايز ااخد مثلا انام اللغة عندي شوي اعمل اي حاجة فكت طول ما انا مجغول بحاجات معينة بابعد فكرة الاصلية ان انا اتشغل بالمرض طب طول ما انا قعد فادي موريش اي حاجة بفصر اي حاجة ولا بسيطة اه لا لا خلاص بقى دي معدتي قلبت عليها دلوقتي حالا فانا خلاص يستحيل ان انا كون كويس وتلاقيه بقى بدأ اي شوف وشي عامل ازاي شوف طب شوف عناي عامل ازاي ما انتم حدش حاسس بي ما انتم مش عارفة كذا يا انت كويس طبعا الاسرة تحاول بقدر امكان ان انت طي نتكلم معا بالعقل والمنطق انت مش النتيجة بتاع التحليل بتاعتك بتقول ان انت كويس خلاص احنا كده خلاص مفيش حاجة استشارنا بدر الدكتور واحد واثنين وثلاثة يبقى انت كويس انت كويس بطل افكار السلبية اللي عندك دي انت عندك حاجات كتيرة جدا جواك انت فاكر لما كنت بتحب تلعب حاجة اللعبة مثلا معينة فاكر لما كان عندك مواهبة في الحتة الفلانية فطول ما احنا بنخرج الحاجات المواهب والحاجات اللي جوانا دي بيبدأ فعلا يفكر طب صحيح طبعا لي مثلا انا بحب الموسيقى انا ممكن اخد كورس الموسيقى انا مثلا بحب الفن انا مثلا عايز اعمل حاجة بحبها زمان ما كنتش عارف اعملها عشان كان عندي وقت فراغ فدلوقتي طبعا مع الحظر وان احنا عاديين وقت كبير جدا في البيت اقدر حقق حاجات كتيرة ما كنتش قادر حققها طيب حاسيت ان الموضوع فعلا يعني واصل لمرحلة كبيرة وفي قلق وتوتر شديد زي ما قلت لحضرتك لازم يستشير حد نفسي هل الناس اللي عندها الوسواس او التواهم ده مش شرط يكون مرضي يعني ممكن يكون دايما بيتوقع حاجات وحشة ما هو ده جزء منه بقى شوية تشاؤم بقى تشاؤم التشاؤم بقى اه اللي هو انا الحياة بالنسبة لحياة سودوية مفيش امل في بكرة تبدأ تتكلم معايا لا فيه امل في بكرة طيب انت تعرف ان في حد زيك كان بيقابل نفس الظروف وبيعاني نفس المعاناة طب تعالى شوفوا بقى دلوقتي عمل ايه طب تعالى شوفوا وصل ايه طول ما احنا بنحطوا قدامهم نمازي ايجابية مرت بنفس المواقف اللي مروا بيها فبندلهم امل ان بكرة ان شاء الله كويس الحقيقة كلنا بنتمنى ان كل الافكار السيئة اللي موجودة عند اي حد فينا انها تبعد يقرب من ربنا سبحانه وتعالى علشان خاطر ان شاء الله تزال هذه الغمة وربنا يبلغنا رمضان الكريم بكل خير يا رب دكتور صحر عبدالعظيم رسيل وجود حضرتك معنا شكرا 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 بنشوفكم بكرة ان شاء الله وان شاء الله يكون بكرة احلى باذن الله